كلمة الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم سيادة الرئيس السادة الحضور وسط تحديات جسام تواجهها الأمة ومصاعب إقليمية ودولية تعاني منها دول المنطقة والعالم أجمع والتي باتت واضحة للعيان كنت سيادة الرئيس الأكثر إصرارا وعزما على قيادة سفينة الوطن بحكمة وروية لتحقيق الاستقرار والأمن في ربع البلاد ترغب في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة قوية تتكئ على سواعد شبابها وأبنائها من المصريين دولة اجتمع مواطنوها على كلمة سواة يحققوا نهضة حقيقية شاملة لهم ولأبنائهم من بعده ولله نشهد سيادة الرئيس أنك لم تهنأ يوم إلا وقد حققت للمصريين تموحهم وآملهم وحوالاتك مضنية وجهودك حسيسة للتغلب على سلبيات الماضي تأسيس بنيان جديد قوي صلب مشرق هو هدفك لتحقيق انطلاقة طال انتظارها ونمو حقيقي ترغبه أجيال المصريين سيادة الرئيس السادة الحضور إن ما حدث خلال الأعوام السلاسة الأخيرة هو تغيير إيجابي على كافة الأصعيدة وعلى أي مقياس إقلامي ودولي إن المساعد دقوبة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لنهو المشروعات المستهدفة وفقا للمعايير المحددة تضمن أساسا راسخا لدولة قوية سنواصل البناء عليها وتأكيدا على عزم الدولة لتنفيذ التزامتها أتشرف اليوم بعرض تعليق اللجنة المشتركة على تنفيذ جانب من المشروعات القومية في عدد من المجالات بداية سنعرض على حضراتكم أهم الإجراءات التنفيذية للجنة المشتركة من الرقابة الإدارية والقوات المسلحة الصادر بها تكليف السيد رئيس الجمهورية في سبعة اثنين الفين وستاشر واحد تم تشكيل عدد مية تمانية وتسعين لجنة فرعية ضمت تلتمية تنين وثلاثين عضوا من هيئة الرقابة الإدارية وربعمية تمانية وستين ضابط مهندس من القوات المسلحة من كافة التخصصات بإجمالي تمنمية عضو اتنين أجرت اللجان زيارات ميدانية وتفقدت وراجعت مواقع المشروعات في جميع محافظات الجمهورية بمتوسط عشر ساعات يومية ولمدة تلتمية وتمنتاشر يوم عمل بإجمالي واحد وتمانين ألف ساعة عمل بلغت أعداد المشروعات التي راجعتها اللجنة ألفين خمسمية اتنين واربعين مشروع هذا وقد تم التنسيق والمتابعة والتأكيد وتم اتخاذ الإجراءات الآتية واحد تأكيد وضبط الجودة قبل وأثناء التنفيذ بكافة المشروعات إسكان مياه الشرب طرق كباري بإجراء اختبارات معملية وميدانية وفقاً للإشتراطات والمواصفات الفنية اتنين صرف تعويضات نزع الملكية للمستحقين قبل وأثناء تنفيذ مشروعات الطرق التي تم تغطيتها بالخدمات الأساسية شبكات محمول خدمات أمنية نقاط إسعاف محطات خدمة تلات تركيب عدادات المرافق من الكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي وإسكان در مصر أربعة شراء وسائل نقل جماعي لخدمة المشروعات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة حيث تم طرح مناقصة توريد أوتوبيسات للعمل بمشروعات الإسكان بالمدن السكنية الجديدة وستم الترسية خلال شهر مع تأجير وسائل نقل مؤقتاً لحين إتمام التوريد حيث تم تغطية باقي المشروعات داخل المحافظات من خلال القطاع الخاص ومشروعات النقل العام بكل محافظة خمسة في هذا السياق أؤكد أن اللجنة ساهمت في إزالة العديد من المعوقات والسلبيات التي كانت تعترض استكمال بعض المشروعات وعلى سبيل المثال استكمال كوادر بشرية أجهزة في مستشفيات ومدارس نهو أعمال المرافق وتركيب العدادات للوحدات السكنية بالمحافظات تشكيل لجان فرعية للمراجعة وتصويب الإجراءات فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات أو جراء الفقرة الثانية سنعطي نبزة عن أبرز المشروعات التي وفقت عليها اللجنة خلال فترة عملها من 7-2-2016 وحتى تاريخه في مجال الكهرباء اللجنة وفقت على 12 محطة توليد كهرباء لزيادة القدرة الإجمالية بحوالي 14 ألف ميجا واط تمثل نسبة حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليا أبرز تلك المحطات محطة شمال الجيزة محطة العين السخنة محطة 6 أكتوبر أبرز مشروعات اللي اللجنة شافتها في مجال الإسكان فيه 245 ألف وحدة سكنية من خط التنفيذ الإسكاني الاجتماعي على مستوى الدول وهنا يلزم التنويه عن الآتي ارتفاع معدل التنفيذ السنوي للوحدات من 48 ألف وحدة سكنية خلال الفترة قبل عام 2014 إلى 81 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الفترة الحالية بنسبة زيادة 168% كما تجدر الإشارة إلى زيادة مسطح الوحدات المنفذة حاليا إلى 90 متر مربع بعد أن كانت 63 متر مربع سابقا لتوفير سكن لائق للأسرة المصرية تنفيذا لتوجيهات سياداتكم أيضا أشرفت اللجمة على 236 مشروع شبكات ومحطات إنتاج مياه شرب لإضافة أكتر من 7.2 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة 32 مليار جنيه المشروعات المياه دي بتمثل 28% من إجمالي مياه الشرب المنتجة خلال 30 عام أبرز سلك المحطات كانت محطة العشم رمضان محطة إسنا بالأخصر محطة جبل شيشة بأسوأ اللجمة أيضا شافت 90 مشروع لمعالجة الصرف الصحي منها 5 محطات معالجة سلسعية أيضا تنفيذ شبكات ومحطات رفع لتوصيل الخدمة لعدد 498 قارية لإضافة 2.6 مليون متر مكعب يو تمثل 14% من إجمالي طاقة المعالجة في مصر أبرز سلك المحطات محطة صرف صحي إسنا محطة صرف صحي كيمة 1 و 2 محطة صرف صحي ساحل سليم بأسيوت أبرز المشروعات اللي شافتها اللجنة في مجال الطرق مشروعات إنشاء وتطوير طرق وكباري وأنفاق بحوالي 1300 كيلو بتكلفها 22.5 مليار جنيه بنسبة 100% من المرحلة الأولى للمشروع القومي للطرق وبما يمثل 48% من إجمالي المستهدر والمتوقع نهو في يونيو 2018 في مشروعات تطوير محطات وعربات متر الأنفاق والسكك الحديدية بتكلفة حوالي 5 مليار جنيه في مجال التموين إنشاء شوان جديدة وصوامع جديدة لتقليل نسب الفاقد موزع على 16 محافظة بتكلفة 15 مليار جنيه بهدف زيادة الساعة التخزينية تصل لحوالي 4 مليون طن أمح بزيادة 166% عما هو كان موجود في مجال الرعاية الصحية أشرفت اللجنة على إنشاء عدد 27 مستشفى عام ومركزي وتخصصي تابع لوزارة الصحة بتكلفة 2.6 مليار جنيه تمثل 77% من إجمال 35 مستشفى جاري تنفيذها وخطت نهواها في يونيو 2018 أبرزها مستشفى أسوان العام مستشفى أرمانتو الأقصر مستشفى معهد القلب في مجال الصناعة والتجارة مشروعات صناعية تكلفة 6.7 مليار جنيه أهمها تدشين المرحلة الأولى من مدينة الأساس بتمياط والمنفذة بنسبة 40% مخطت نهواها في أغسطس 2018 إن شاء الله أيضا فيه عدد 2 خط إنتاج بمصنع أسمنة العريش تمثل 100% من المخطوط المستهدف تنفيذها الجزء الثالث من الحديثي المشروعات المقرر افتتاحها اليوم من المقرر افتتاح 7 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 6.4 مليار جنيه كالآتي أولا مشروعات الطرق فيه طبعا مشروع الهم جدا اللي هو الناس كلها منتظرة افتتاحه منذ فترة طويلة واللي هي فعلا بدأت استخدامه اللي هو مشروع محور شبرة بنها الحر بطول 40 كيلو طبعا التفاصيل حيقولها السيد وزير الناء هو المحور شبرة يهدف إلى ربط القاهرة الكبرى بوسط الدلتة من خلال الطرق الرئيسية زي الدائر الإقليمي والدائر الطريق نفذته ثلاث شركات كطاع خاص واثنين شركات كطاع أعماء أشرف تعليل هيئة العامة للطرق اتكلف حوالي 3 و4 من 10 مليار جنيه فترة التنفيذ كانت 27 شهر منها 9 شهور لنهو إجراءات نازع الملكية طبعا قدروا حجم السيارات اللي بتمشي يوميا على هذا المحور بحوالي 60 ألف سيارة هيحقق وفر في زمن الرحلة لتكون 25 دقيقة بدل من 90 دقيقة ولنا أن نتخيل المردود الهائل إقصاديا ومروريا من جراء تنفيذ هذا المشروع مشروع الثاني مشروع في الطرق مشروع كبري محور الفنجاري الجنوبي تم تنفيذه بمعرفة إحدى شركات القطاع الخاص تكلفة حوالي 306 مليون جنيه يهدف لتحقيق سيولة مرورية من شرق القاهرة وغربها يتكون من 1487 متر وعرض 23 متر بحمولة 120 طن الكبري الثالث في فاضل اتنين كبري كبري بيؤدي إلى مطار العاصمة الإدارية الجديدة وكبري بيؤدي إلى مطار سفينكس في غرب القاهرة بمدينة أكتور مشروعات الإسكاني اللي حن نفتحها النهاردة إن شاء الله مشروع الإسكاني الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان هم 1240 وحدة تكلفه 165 مليون جنيه الشيء الإيجابي أيضاً في هذا الموضوع إن تم تخصيص 825 وحدة للساكنين والمواطنين من 1240 وحدة وتم توصيل كافة العدادات الخاصة بالمرافق والغاز جاري توصيله خلال ثلاث شهور بمعرفة شركة سينا غاز وموجب بروتكول مع جهاز مدينة العاشر من رمضان في أيضاً في مشروعات الإسكان مشروع دار مصر بـ 6 أكتوبر الهيئة الهندسية كونت مسلحة 960 وحدة تم تسليم 265 وحدة من هذا العدد وجاري إتمام إجراءات التعاقد وتسليم باقي الوحدات تم توصيل الشبكات والصواعد الرئيسية للغاز الطبيعي للهذه العمارات السكنية عندنا محطة مياه مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ إحدى شركات القطاع الخاص بطاقة 500 ألف متر مكعب يوم بتكلفة 2 مليار جنيه تمثل 25% من إجمال المخطة التنفيذه وفقاً للتوسعات المستقبلية ونسب الإشغال المحطة دي تم تشغيلها وضخ المياه إلى الخطوط الرئيسية بالمدينة بعد تحليل عينات المياه النتيجة من المحطة واعتمادها ومتبقطها المواصفات القياسية لمياه الشرب والتأكد من كفاءة الانتقال ختاماً إن كرامة وحق كل مواطن مصري في قلب وعين القيادة السياسية وقوفنا اليوم يجسد صدق ذلك لتنهض مصرنا الحبيب تتنسم هواءاً نقياً في كافة المجالات هدفنا أن يحصل المواطن المصري على حقه من الخدمات بالجودة المطلوبة دون إبطاء يعمل المستثمر في مناخ جيد يضمن تنمية استثماراته بسهولة ويسر دون أعباء نعمل سوياً كشركاء من أجل الوطن لتحقيق مصلحة مصرنا الحبيب ما نجحنا معاً في تحقيقه حتى الآن يمهد الطريق نحو المستقبل بدأنا طريقاً سنكمله حتى نهايته ولن نرضى عن النجاح بديلاً بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم شكراً شكراً شكراً